أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة لتوطين الصناعة وتعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها وتقديم المحفزات والتيسيرات المطلوبة جذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤول المصانع والشركات في عدة قطاعات حيث أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة مشددا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية ترجمة نانسي قنقر